إذن نفتح ملف النقاش حول تعيين سيد كاريم يونس وسيط للجمهورية الحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا في الستوديو لأستاذ رشيد لوراري أستاذ القانون الدستوري صباح الخير أستاذ وشكرا لك على تلبية الدعوة صباح النور طيب بداية أستاذ رشيد لوراري ما تعليقك بعد حوالي 25 سنة يعود منصب بسيط الجمهورية من جديد في البداية شكرا لك على هذه الاستضافة وتحيتي لك ولمشاهد قناتكم دعيني قبل أن أجبك على هذا السؤال أن أقف وقفة ترحم وقفة إجلال وإكبار بمناسبة 18 فبريد وهو اليوم الوطني الشهيد بكرة عزيز علينا يتومي عنه إلى هؤلاء الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل تحرير الجزائر ولولا هذه التضحيات لما كنت أنا اليوم وأنت هنا في المثل صحيح فرحم الله هؤلاء الشهداء وأسكنهم فسيح جنانه بعد هذا أقول لك وكما ورد في مقدمتكم قبل قليل فللمرة الثانية نعود إلى العمل بمثل هذه الهيئة وهي مؤسسة أو هيئة وسيط الجمهورية فالتجربة الأولى كانت في عام 1996 حيث تم أنا ذاك بموجب مرسوم رئاسي إنشاء هذه الهيئة والتي أسندت مهمتها إلى المجاهد الكبير الذي انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى عبد السلام حبشي لهو عضو مجموعة 22 أنا ذاك وتم استمروا العمل بهذه الهيئة إلى غاية 98 أين رأى رئيس الجمهورية السابق أنا ذاك داروت الاستغناء على هذه الهيئة ودعيني أقول لك رغم ما قدمته هذه الهيئة وكما ورد في مقدمتكم بحيث أن هذه الإحصائيات الرسمية قد تولت دراسة ما يزيد عن 95 ألف قضية كانت مطروحة على مستوى هذه الهيئة السابقة والتي كانت مطروحة نداك وطبعا تقدم بها المواطنون على اختلاف مستوياتهم ودرجاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية في محاولة لإيجاد الحلول مثل هذه القضايا التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن الجزائري طيب أستاذ رشيد لوراري وحلونا نتحدث عن الجزائر الجديدة أكيد لابد أن نخلق ميكانيزمات التي حقيقة أن تكون هناك قنوات تواصل ما بين السلطة ما بين المجتمع المدني وما بين كذلك المواطن فترة التغيير التي تمر بها اليوم الجزائر ما مدى أهمية وسيط الجمهورية في حل العديد من المشاكل ربما التظلمات إلى غيرها من الأمور لرهي اليوم مطروحة على السحة الوطنية لا محالة أن وجود مثل هذه الليئة في هذا الضرف بالذات يشكل بمثابة آلية لإيجاد التواصل بين الإدارة من جهة والمواطن من جهة أخرى وعندما نعتبر هذه الآلية كآلية غير قضائية لا محالة بأنها ستحاول إيجاد بعض الحلول لبعض الخلافات التي قد تطرى أحيانا بين الإدارة والمواطن على اتبار أنها ستتولى مهمة مراقبة الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات مختلف المؤسسات سواء كانت على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي ما تقدم هذه الهيئات من خدمات إلى الفرض إلى المواطن ومدى تطابق هذه الخدمات مع ما تنص عليه مختلف القوانين كما جاء في الكلمة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية أمام الولاد مدى تطابقها مع مختلف القوانين من جهة ومن جهة أخرى مدى احترامها للحقوق والحرية الأساسية ولحقوق الإنسان والمواطن على وجه التحديد في مثل هذه العملية طيب سيد رشيد لورالي لربما كذلك أن المواطن الجزائري اليوم يسأل كيف بإمكان أن هذه هيئة أو الوسيطة الجمهورية ليكون همزة وصف كما أشرنا ما بين السلطة ما بين المجتمع المدني وكذلك ما بين المواطن لأنه بالأمس تصريح سيد كاريم يونس فيما يتعلق بهذه الجزئية وقال بأن كل مواطن يحس أن حقا من حقوقه قد انتهك بإمكانها اللجوء إلى وسيط الجمهورية والصهر على توجيهه نحو السلطات المختصة اليوم نتحدث عن الآليات التي ممكن أن يتبحها المواطن من خلال إيصال مختلف إنشغالته إلى الهيئات المعنية كيف تتم ذلك؟ دعيني أشير هنا أو أذكر إلى أن هذه الوسطة هي تقليد راسخ ومعمول به في المجتمع الجزائري أولا عندنا قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعد تعديله في 2008 قد أنشأ ما يسمى بالوسطة كآلية بديلة للقضاء وأيضا لوسائل أخرى موجودة في مجال حل بعض النزاعات التي قد تنشأ واحد تنين يعني بالرغم من إلغاء منصب وسيط الجمهورية في 1998 إلى أننا الآن في الواقع اليومي في الحياة اليومية للهيئات المحلية خاصة بالنسبة للولايات الإدارية فنجد في هيكلها الإداري هذا المنصب موجود لو تروح الآن لأي ولاية تطلب مقابلة الولي قبل أن تقبل أو يقبل طلبك بهذه المقابلة يتم إحالتك على موظف يسمى بالوسط هذا الموظف الذي يقوم بدراسة طلبك ويقيمه وعند ذلك يقوم بتوجيهك إلى الجهة أو الهيئة أو المسؤول المعني بحل قضيتك وإذا رأب أن هناك ضرورة لطرح هذا الانشغال على الولي طبعا يحدد لك إذن فكرة الوسطة كآلية من آليات موجودة لكن آليات تفعيلها على أرض الواقع في عملين الآن أنا نظن بالتعيين وسيط الجمهورية يندرج في إطار تعميق هذه التجربة كما قلت لك كآلية غير قضائية لمساعدة المواطن العادي في إيجاد حل للمشكلة التي يعاني منها إما بتوجه نحو الجهات المعنية أو بتدخل أحيانا أو بتدخل أحيانا مباشرة بغرض مساعدته والدفع بالهيئات المعنية لداروة القيام بالاعتناء اللازم والاهتمام اللازم بهذه القضية المطروحة من قبل المواطنين كيف ستتم معالجة مختلف هذه القضايا لأنه ذكرت مثال الوسيطة الجمهورية الذي كان في فترة ما بين 96 حتى عام 98 وكذلك تحدثنا بلغة الأرقام يعني كانت هناك حوالي أكثر من 95 ألف قضية تم معالجتها خلال تلك الفترة من 96 حتى 98 اليوم آليات معالجة في مثل هذه القضايا كذلك من خلال العمل على التسريح في النظر فيها احتراما لمجمل الحقوق وكذلك الحريات المنوطة لحد ساعة أنا نظن بأنه لما حالة سيصدروا مرسومة رئاسية مقبلا بعد تعيين سيد رايس كذا يتضمن تنظيمة وأطرة قيام سيد رئيس هذه الهيئة مستقبلا أي الوسيطة الجمهورية بممارسة مهمه ولا محالة ستكون له هناك مجموعة من الهيئات مجموعة من الأليات ومجموعة من الهياكل وأيضا مجموعة من الأشخاص الذين سيتولون مساعدته في القيام بهذه المهمة لأنها ليست مهمة بسيطة أكيد وسنلحظ لا محالة بأنقضاء ربما مفترة قصيرة التي تتجوز الشهر أو الشهرين تهاطل الشكاوى من مختلف الفئات ومن مختلف أنحاء الوطن على هذه الهيئة بغرض طرح انشغالات هؤلاء المواطنين وبالتالي المهمة سوف لن تكون سهلة وتحتاج إلى إمكانيات إلى طاقات مادية وبشرية لقيام هذه الهيئة كما قد كهيئة غير قضائية كألي من آليات تجسيد ممارسة الحقوق والحريات والحفاظ أيضا على حقوق الفرد والمواطن الجزائري انطلاقا من مختلف النصوص سواء كانت وطنية أو دولية في هذا المجال خاصة وأن هذه التجربة دعيني أقول لك هنا بأنها ليست تجربة فريدة بالجزائر بل هي نعمول بها في مختلف الدول المتطورة مثل سويد مثلا فرنسا تركيا بجنبنا المغرب إلى غير ذلك والجزائر كانت قد عملت بهذه كما أشرتم في سنوات سابقة في 96 ولو استمر العمل بموجب هذه منذ تلك الفترة من تلك السنوات ربما لكانت قد بلغت ما بلغت من تطور ولذلك فهي من وجهة النظر المتوضعة يعني كيف نقول تجربة يتعين أو قرار يتعين تثمينه طيب أستاذك رشيد لوراري كذلك لو نتحدث عن السيد كريم يونس الذي تم تعينه في هذا المنصب منصب وسيط الجمهورية وكآخر منصب يعني كان تقلده من بين العديد من المناصب كان منسق الهيئة الوطنية للوسطة والحوار شخص السيد كريم يونس بالرجوع إلى الهيئة الوطنية للوسطة والحوار والدور للي لعبته خلال فترة الحركة الشعبي من خلال العمل على التحديد هذه الانتخابات الرئاسية التي أفرزت انتخاب رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون طيب سيد كريم يونس الذي تم تعينه كوسيط للجمهورية يأتي يعني خلينا نقول بعد مصار سياسي وتقلد العديد من المناصب أعتقد بأن أنا لست هنا يعني موقعي لا يسمح لي بتقييم شخصية سيد كريم ولكن دعني أقول لك من خلال متابعتي لمساره المهني والسياسي بينه شخصية وطنية محترمة تتمتع بإمكانيات وقدرات وبتكوين وبخبرة وتجربة لا ننسى بأنه تقلد عدة مناصب نتقل مبرك على المناصب السامية من وزيرين إلى رئيس للمجلس الشعب الوطني من 2002 حتى 2004 إلى كاتب دولة وزير التكوين عميهني من مصر من مصر من هيئة التنفيذية إلى رئاسة الهيئة الشريعية إلى رئاسة لجنة الحوار والوسطة والتي بحمد الله وبالرغم من الانتقادات والكلام الكثير الذي قيل بشأنها إلا أنها مكنت الجزائر من الخروج من هذه الأزمة والمرور والمرور إلى انتخابات الرئاسية والوصول اليوم إلى تأسيس هذا المنصب ولذلك فالرجل له من الإمكانيات من القدرات من التكوين من الخبرة من التجربة ما يؤهله لتولي هذا المنصب وكل ما نتمنه له التوفيق والنجاح في هذه المهمة التي هي ليست بالبسيطة وإنما أيضا ليست بالمستحيلة وهو كذلك أستاذ رشيد لوراري أستاذ القانون الدستوري جزيل الشكر لك على كل هذه التفاصيل التي قدمتها بخصوص ملفنا المتعلق بوسيط الجمهور